كان فيما يخص هذه الجولة دي لقطات من البعثة على متن الطيارة الخاصة وإدارة النادي الحقيقة في مثل هذه الظروف ما عادش ينفع إلا أن تتوفر طيارة خاصة إحنا بنحاول نفرقكم على معنويات اللعيبة وعلى حالتهم في اللحظات السفر وهم مسافرين المسر مارس الكولر اتطمن من التمرينة القوية اللي عملها الفريق في القاهرة النهاردة في ملعب التيتش وتغدوا وسافروا تلوا على المطار مباشرة طيارة خاصة معناها أنت بتتحرك في الوقت اللي أنت عايزه معناها أنت لوحدك على الطيارة فهتلاقي اللعيبة كل واحد أعيده على 3-4 كلاس مريح نفسه قوي هتلاقي التحرك والعودة في المعادة اللي أنت عايزه لأنه كمان ما فيش فرصة ولا فيه طرف التفكير في المعادة أنت بتلعب يوم الحد هترجع تكون هنا الاتنين تتمرن الثلاث وتلعب الاربع هي كده البطولة تعملت كده وتعملت على أساس أنه الناس تهتم بالدور الأفريقيا على مدى 3 أسبوع متصلة وشددوا على الاتحادات الوطنية أنه ما ينفعش الأندية المشاركة في البطولة تلعب مرشات محلية بينية وهي أصلا مش يعني مش ممكن أبداً هو يلعبها في الطيارة بقى يلعب لاستيش إنما ديكم شايفين الفرقة بسلامة الله برئاسة المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة هو رئيس هذه البعثة كابتن محمد الشناوي وهتلاقي يتوالى بقية اللعابة اللي كلهم سافروا زي ما قلتلكوا اللي تخلف هنا للي يمكن فقط أحمد عبدالقادر إمام عشور وبقية اللعابة المصابين الكابتن خالد ديبو ما كانش اللحق يسافر هو الكابتن سامير عدلي الدكتور خالد الجوادي المترجم والحقيقة الجهاز كله حتلاقي كل الشغل في الشنط دي كل الشغل وفحص الفريق الجنوب الأفريقي وتحليل مباريات الدكتور محمد شوقي كالعادة والدكتور محمد شوقي مرافق للبعثة دايما موجود في مثل هذه السفريات الشنطة دي فيها أغلى وأندر أنواع الجبن جابنا بفول وياخد فطاره مع فايحة البوفيل متحرك للدكتور شوقي مفتر الناس كله صحية طبعا والإدارة الكبير كابتن سامير عدلي ربنا يديله الصحة وطولة العمر طبعا عضو مجلس إدارة تحت السن رئيس لبعثة كبيرة أعتقد ثقة كبيرة كمان لا خلاص بقى يعني صحة السن ده عمل بعثات كتيرة وفي نفس الوقت أنا انبسطا ما شوفت الدكتور شوقي أي كنت نفسي شوف صاحبك طريق أنديل أي معاهم يعني لسه راجع من تنزانيا لسه راجع من تنزانيا كان نفسي يعني يعني بنبسط أن يطلع عدمك سدار شد ومنقذر بعض أي برضو وانس وقراء مختلفة أي فيها سابورت كويس يعني ودعم كويس طيب الفريق يعني ما شاء الله الحالة المعنوية عالية الحالة البدانية والفنية ميستر كولر متطمن عليها من خلال المراني الأخير الفريق حيوصل النهاردة في توقيت القيراة واحدة ونص في التوقيت الجديد بقى وبكرة الجمعة يتمرن أول تمرينة والسابت التمرينة الأخيرة والحد إن شاء الله تعالى المباراة ظهرا الكل متفائل والكل عمده درجة من التركيز وحتلاقي حتى كله علي معلول طبعا اللي غاب في المباراة اللي فاتت زي ما قلتلكه للظروف الطيران ومودست أنتوني مودست مع الفريق طبعا في بداية مشاركاته الأفريقية ما شافش أفريقيا ومتعبها ومشاكلها قبل كده حيتفرج عليها الكل طبعا زي ما انتو شايفينهم في حالة من التركيز والتفاقل بإذن الله تعالى باش منزل شوف يف بتيجي لحظة بقى كله لعيب لازم تذكر نفسه ومصلحته والمكان بتاعه هي لحظة لإثبات الزات وابتأكيد لا إحنا الجيل اللي